اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حصول قطاع المراكز الصحية بالرعاية الأولية في وزارة الصحة على الاعتماد الكندي إنما يأتي ثمرة للجهود المتواصلة من خلال عطاء الكوادر الطبية وأيضا رضا القائمين والمستحقين للخدمة المقدمة على حد سواء بما يلبي مجمل الاحتياجات والتطلعات وذلك من خلال منظومة صحية متكاملة وشاملة بكافة التخصصات تلتزم بالمعايير الصحية العالمية حصلت وزارة الصحة ممثلة بقطاع المراكز الصحية بالرعاية الأولية على الاعتماد الكندي لجودة الخدمات الصحية وللمرة الثالثة بنتيجة تقييم بلغت نسبتها 99.1% بما يبرز الريادة والتميز الذي يحققه القطاع الصحي بالمملكة بشهادات واعتمادات دولية وعالمية نتعرف على جهود وزارة الصحة لنيل الاعتماد الكندي مع الزميل عبد الرحمن بنطيع ثم نعود لبدء حوار شكرا علي أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الاستعراض لأبرز الخطوات التي قامت بها وزارة الصحة لنيل الاعتماد الكندي تم الاستعداد لزيارة مجلس الاعتماد الكندي ابتداء من نوفمبر 2017 وشملت الزيارة تقييم 23 مركزا صحيا من أصل 25 مركزا وعيادتين تعتمد معايير الاعتماد الكندي على ثمانية أبعاد للجودة تتمحور جميعها حول المريض وتكفل السلامة للمريض وبيئة العمل تم تشكيل سبعة فرق للاعتماد لمتابعة مجموعة من المعايير تتعلق بالتالي فريق لمتابعة معايير الحكمة فريق لمتابعة معايير القيادة فريق لمتابعة معايير المختبرات فريق لمتابعة معايير مكافحة العدوى فريق لمتابعة معايير الأدوية فريق لمتابعة معايير الأشعة وفريق لمتابعة معايير الصحة الأولية مجموع المعايير التي تم تقييمها ثمانمائة وعشرة معايير تم استفاء سبعمائة وسبعين معيارا فيما تم استبعاد ثلاثة وثلاثين معيارا لعدم مطابقتها لشروط ومنظومية الصحة الأولية في مملكة البحرين عود إليك أزمي شكرا عبد الرحمن حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في ستوديو برنامج حديث اليوم الدكتورة منال العلوي الوكيل مساعد الصحة الأولية بوزارة الصحة والدكتورة خاتون شبر طبيبة عائلة ورئيسة لجنة الجودة وإدارة المخاطر في الصحة الأولية مساكم الله بالخير مساكم الله بالخير سعيد بوجود معكم وجودكم معنا في ستوديو برنامج حديث اليوم بارك لكم في البداية الحصول على الاعتماد الكندي شكرا جدا بس حابين نبتري ونعرف شنو هو الاعتماد الكندي ماذا يعني الاعتماد الكندي ما الذي يعكسه أن تحصل على الاعتماد الكندي أهميتها بالنسبة لكم وأيضا أهميتها بالنسبة لمستحقية الخدمة الاعتماد بصورة عامة هو عبارة عن تقييم إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وبالتحديد الرعاية الصحية الأولية إلى المواطنين وطبعا من يقوم بالاعتماد هو عبارة عن هيئة خارجية مستقلة تضع معايير محددة وبعدين تقيس تطبيق هذه المعايير في الدول أو في الوزارات التي تقوم بتقييمها طبعا هذه المعايير عادة تعتمد على الجودة وعلى السلامة ويكون المريض هو محور هذه الخدمات طبعا حصول البحرين على أو الرعاية الصحية الأولية في البحرين على الاعتماد يمثل طبعا جودة الخدمات المقدمة قياسها عالميا بالدول الثانية التي حصلت على هذا الاعتماد طبعا تبين أن الإجراءات والسياسات التي تتبعها للصحة الأولية في مملكة البحرين بالنسبة إلى الصحة الأولية هل هي ذات وجودة عالية تماشي الدول المتقدمة في الخدمات المقدمة الصحة الأولية نعني الذهاب إلى المراكز الصحية شي الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية تحديدا نعم الصحة الأولية هي المراكز الصحية طبعا الخدمات المقدمة تقاس بحوالي ثمان محاور للجودة وأكثرها تتعلق بالسلامة سلامة المريض وكذلك سلامة البيئة العمل قدرة المريض للحصول على الخدمات وجودة هذه الخدمات المقدمة طبعا الحمد لله كما بيّن في التقرير أن تقريبا 770 معيار كانت البحرين الحمد لله استوفتها واستحقتها وكان طبعا النسبة أعلى من المعيار اللي طبعا قدرنا نوصلها في السنة اللي قبلها جميل أنتوا تستعدون لزيارة مجلس الاعتماد من 2017 هو زار 23 مركز من 25 مركز يقدم الخدمات الأولية دكتورة يعني تفضلت دكتورة تكلمتنا في ثمان معايير هم يركزون على شنو بالضبط يذهبون إلى ماذا يبون يتشوفون شنو يعني مثل هذه الزيارات والبحرين متميزة في تقديم الخدمات الأولية منذ فترة طويلة يعني أول مرة تم الحصول على الاعتماد أعتقد قبل أكثر من عشر سنوات 2007 أو شيء من هذا القبيل هم يركزون على شنو بالضبط طبعا هم في الزيارات المختلفة في كل دورة اعتماد يتم التقييم بطريقة مختلفة في آليات مختلفة في آليات مختلفة تعتمد على مدى تطور المؤسسة نفسها ومدى تطور الجانب الصحي بصورة عامة في العالم في ثلاث آليات تتمحور عليها طريقة التقييم مجموعة المعايير هاي لازم تتمركز مثل ما تفضلت دكتورة منال الوكيل المساعد أنها تتمركز على السلامة بدرجة الأولى وعلى هاي الأساس يتأكدون من وجود أو اتمام المعايير المختصة في السلامة هاي الرقم واحد شلون ممكن المقيم يستشف التزام المؤسسة بهذه المعايير يتأكد أولا من التزام المؤسسة بتوحيد الإجراءات والسياسات عن طريق مراجعة جميع المستندات والملفات التابعة لإجراءات والسياسات المؤسسة الصحية فهاي فيه طريقة مراجعة بعدين يعتمد على مسألة الرصد فيتم ياخذ جولة في مختلف المراكز اللي يتم يزورها وعلى هاي الأساس يقدر يقرر إذا عملية الرصد وأن كانت عملية الرصد إلى المريض يتابع المريض في مرحلة زيارة المركز أو يتابع الموظف فيتعرض إلى الأسئلة والإجابات إلى مختلف الزوار اللي يزورون المركز الصحي الطريقة الثالثة تعتمد على النظر أو الملاحظة فممكن أشياء ما يضطرون أن هم يسألون فيها فيضطر يراقبها فيشوف هل هي موجودة أو لا مثلا ملصقات إعلانات فهي الأشياء أو السبل أو الآليات اللي يمكن فيها التقييم على حسب المعايير الموجودة إذن هما يعني يقفون عند رضا مستخدمي أو متلقي الخدمات الصحية بالدرجة الأولى دعون إلى المرضى بالدرجة الأولى وهذا اللي خل نسبة يعني الحصول على نسبة بلغت 99.1% كان المعيار الأكبر فيها هو رضا يعني الحاصرين على الخدمات الصحية المرضى والمراجعين وما إلى ذلك هو جزء مننا طبعا يسألون المرضى جزء مهم أن يسألون المرضى طبعا أن رضاهم عن الخدمات في كل مركز الصحي طبعا أهم يقضون حوالي يوم كامل دوام كامل في المركز الصحي من الساعة 7 ونصف الصبح إلى آخر الوقت اللي هو الساعة 2 يكونوا موجودين في المركز يعني يروحون في تفاصيل التفاصيل في كل قسم رضا المرضى هو جزء مننا وطبعا جزء مقليل بس أيضا الموظفين ورضا الموظفين وفهم الموظفين إلى الرؤية ورسالة الرعاية الصحية الأولية يتابعون أن الرعاية الصحية الأولية ابتداء من الإدارة إلى المراكز الصحية كل فرد فيها فاهم شنو الرؤية وشنو الرسالة وشلون كلهم يشغلون عشان يحققون هذا الهدف شنو هي الجهات اللي شاركت في هذا التقييم؟ نعم طبعا في عدنا شركائنا في الصحة الأولية من المنظر الحكومية والغير حكومية بالإضافة إلى الجمعيات بالإضافة إلى النوادي بالإضافة إلى المرضى قابلوهم جماعة الاعتماد الكندي وفهموا منهم شنو طريقة التواصل بيننا وبينهم شنو قيرون يعرفون إحنا الأشياء اللي متطبقها في المراكز فهي كان فيها مقابلة خاصة غير هذه طبعا فكان عندنا الشركاء من الأقصام الثانية من وزارة الصحة فيه طبعا عندنا إدارة الخدمات المساندة المستشفيات كل هذه طبعا بعد قاعدوا مع بعض الأقصام بالنسبة إلى أقصام الأجهزة بالنسبة إلى أقصام إدارة المعلومات فهما بعد أخذوا شنو لدورهم في الرعاية الصحية الأولية فنظروا إلى الرعاية الصحية بصورة متكاملة بالنسبة إلى شركاءنا طبعا الأقوياء هو من المجتمع وإحنا أخذنا مثال من كل شريحة من المجتمع وبعد نظمنا إليهم مقابلات معهم اتفضلت قلتي في جهات خاصة هل هي المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة أيضا هل زاروها لا لا لهم علاقة لا لا لهم علاقة الاعتماد فقط الحكومية المراكز الصحية الحكومية التي تقدم الخدمات الأولية تحديدا دكتور هل كان فيه إنجازات معينة ساهمت في الحصول على هذا التقييم الكندي بهذه النسبة العالية هل كان فيه إنجازات فعلا فرقة في الحصول على هذه النسبة أول إنجاز طبعا أن يدنا كانت كلنا يدنا وحدة أمانة فكان مجهود جماعي جبار وندما نقول أن يد واحدة ما تصفق فجميع الموظفين ابتداء مثل ما اطرقت الدكتورة من المنظفين إلى أعلى درجات القيادة في إدارة الصحة الأولية كانت مساهمة في هذه الإنجاز فهي كنا كلنا في إيد وحدة وعلى صفحة وحدة هاي ساهم في تقوية وتعزيز مثل ما نقول صورتنا قدام الوحدة الكندي هاي رقم واحد الشيء الثاني كان اللي أكثر شيء انبهروا فيه هو إنجاز الملف الإلكتروني في الصحة الأولية لأنه كان ملف إلكتروني متكامل وهو اللي احنا نعرفه ببرنامج آي صحة فكان برنامج الآي صحة لأنه تم تطبيقه كاستومازي يعني بطريقة إنه يتماشى مع متطلباتنا اللي احنا نحتاجها في خضم السياسات ومنظومية الصحة الأولية وبالتالي هذا ساعد جدا في ترك انطباع جدا مؤثر عند الوفد الكندي فأقدر أقول إن هاي من البرامج اللي جدا ساهمت في خلق هاي القفزة في الزيارة هذه لأنه في الزيارة السابقة كان للحين البرنامج غير متكامل طبعا بعد عجبهم موضوع اللي هو الابتكار اللي شافوا في المراكز الصحية طبعا نحن عندنا تقريبا نفس الخدمات نفس السياسات نفس الإرشادات الدلاء الإرشادية ولكن كان كل مركز للمسة يعني سواء من ناحية المحاضرة اللي تم تقديمها أو من ناحية الطريقة اللي يبرزون فيها الخدمات فكل جروب في كل مركز كان للمسة الخاصة وحسوا يعني شلون كان الجروب يقدم الخدمة يعني بكل رحابة صدر ويعني الكل كان يسعى إنه يطبق الأفضل ويحصل على الأفضل من الأشياء بعد اللي عجبتهم طبعا إنه كان عندنا اللي هو خطة إدارة المخاطر وخطة إدارة الجودة كانت متكاملة يعني معاها كانت اللي هو مكافحة العدوى معاها المخاطر الموجودة فهذه بعد من الأشياء اللي لفتت نظرهم وكانوا يقولون يعني مو موجودة في كثير من الدول إنه فيه سياسات وإرشادات نعم موجودة في كثير من الوزارات وغيرها ولكن أحيانا الموظفين اللي على الأقصام الأقل ما يعرفونها إحنا بالعكس شافوا إن الكل كان عندي علم فيها يعني هم يقيسون حتى مدى معرفة العاملين في كل قسم بالأهداف العامة بالاستراتيجية بالمطلوب منهم وليس فقط أنه يقدم الخدمة المطلوبة منه يعني الدكتورة خاتون هم زاروا 23 مركز من 25 هل تحدثوا معاكم أو قدموا مثلا تلميح أو توصية بأن هذه المراكز أكثر تميزة مثلا من غيرها هل كان في مركز معين أو عدد من المراكز كانت مميزة بالنسبة لهم أكثر من غيرها كان أمانة كان في بولي أسألهم هالسؤال إن شنو أكثر مركز صحي ترك انطباع عندكم ولكن ما حصلت الفرصة قيموا المراكز بشكل عام لأن آلياتنا موحدة سياساتنا موحدة منظوميتنا موحدة ولكن مثل ما تفضلت دكتورة مينول كان لكل مركز صحي لمستها الخاصة أو ابتكارها الخاصة أو طريقة عرضها إلى الجهود اللي هو قاعد يقدمها بطريقة خاصة فهي اللمسات الفردية هو اللي نسميه اللمسات المبتكرة اللي تطفي روح الابتكار الجودة فهي كل اللي أقدر أقوله يعني جميل نحن واصل إن شاء الله حديثنا لكن ننتقل لبعض المعلومات بالأرقام من خلال الأنفوغرافز ونعود لاستكمار حديثنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الستيديو ما زالت دكتورة منال العلوي والدكتورة خاتون شبار دكتورة منال يعني أنتو كم عدد الدورات اللي شاركت فيها الصحة الأولية حتى تصل لهذا المستوى لتنال الاعتماد الكندي احنا شاركنا في ثلاث دورات الدورة الأولى كانت في 2006-2007 الدورة الثانية 2015-2016 الدورة هذه كانت 2019 في كل الدورات حصلتوا على الاعتماد الحمد لله في كل دورات كنا نحصل على الاعتماد بنسب مختلفة احيانا تطلع مثلا بعض النقاط اللي ممكن لازم نعمل أكثر فيها واحيانا لا يكون الحمد لله المعايير تكون مستوفية طبعا احنا في كل دورة كنا يعني نحصل دفعة ان الدورة اللي وراها نكون أفضل فأهم حتى الكنديين كانوا يقولون ان احنا بنرفع السقف يعني لما ما نشوف عدكم مشاكل في المعايير احنا نرفع السقف أكثر يعني تصعبونها نفسكم في الدورة اللي عارية اهم يصعبونها علينا مو علشان يعني ان احنا ممسوا فينا المعايير بس يدفعونا يعني الواحد يكون أفضل وأفضل وخاصة في هذا المرة كانوا يقولون قليل ما شفنا يعني اشياء أو معايير مو موجودة فكنا ندفعكم ونحن نرفع الطلاب وطبعا نحن جدا فخورين يعني بموظفيننا وفخورين بالخدمات اللي نقدمها طبعا بعيدا عن النسبة لفاقة 99 هل قالوا لكم شيء وانتوا تتحورون معهم هل قالوا لكم شيء بالفعل وجدتوا أنه يعني يبين مدى الاعجاب أو التقدير للجهود المقدمة في الخدمة الأولية يعني صراحة كانوا مبهورين يعني أهم كانوا يقولون لو إحنا في البحرين نحب نتلقى خدماتنا في هذه المراكز الصحية المباني اللي موجودة أيضا أبهرتهم يعني أن هذه المباني أصلا مو كأنها مراكز صحية إلا موجودة في مناطق أخرى هي كأنها مستشفى صغير الخدمات المجانية المقدمة هاي بعد بهرتهم جدا خاصة أن في كثير من الدول خدمات الأسنان والأدوية وبعض ما تكون متوفرة بصورة مجانية في الخدمات الأولية في الرحاية الصحية الأولية وهذا شيء جدا هما طبعا كان بالنسبة إليهم شيء كبير يقدم إلى المواطنين في البحرين نحب أن نأكد على النقطة يا سيدة دكتورة خاتون يعني في البحرين الناس دائما تتكلم مثلا عن الطوارئ عن الزحمة في الطوارئ عن قلة الأسرة في المستشفى السلمانية مثلا عن الفترات الانتظار أحيانا لكن هذا لا يعني بأن الخدمات الأولية اللي هي تقدم في المراكز الصحية المراكز اللي يم مناطقنا السكنية هي على مستوى عالي وعالي جدا من الجودة وهذا الكرام نقولها من زمان في حديثنا التلفزيوني دائما بأن الخدمات الأولية في البحرين متطورة جدا الحمد لله بالمقارنة حتى بدول دول الجوار نحن لا نتكلم عن دول العالم الثالث حتى صح كلامك صح نحن اليوم لما يعني أقولها دائما الأرقام تتحدث أكثر من الشبهات مثلا لا أنا ممتأكد أول شيء تجربة واحدة قد لا تكون يعني تعكس تجارب عدد كبيرة أو شريحة كبيرة من المواطنين أعتقد أن صارت الحين الأرقام هي دليل قطعي على وجود على الرد في سؤال ممكن يكون مشتبه فيه فعلا ما أقول اليوم عندي 810 معيار أو قلنقول 700 و سبعمائة و بشكل تقريبي تقريبي قلنقول 750 استوخيني 99.1% من هذه المعايير فأعتقد الرقم يكفي أن يطرحي شيء بالإضافة إلى وجود جوانب أخرى نقيس فيها مدى جودة الخدمات ألا ما يكون عندي شريحة من المواطنين أو المستفيدين من الخدمات والمتلقي الخدمات يقول أن نسبة رضا تعكس نسبة رضا المستفيدين من خدمات الصحية الأولية يقول أن أنا 99% راضي عن خدمات مثلا الأشعة أو 97% راضي عن خدمات المختبر هيكفي أن الأرقام هذه تتحدث عن مستوى الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية فأعتقد أننا اليوم جدا فخورين بالنقلة النوعية والمضمون بين وين كنا وين صرنا وفي وجهة نظري أن مثل ما إحنا قاعدين نواقب التطور في أمور كثيرة فالصحة تكون الأولوية جميل رجعت دكتورة منال ما الفرق بين المضمون والنتيجة في الدورات طبعا في كل دورة يكون في عندنا معايير محددة تختلف في الدورة اللي بعدها نوعا ما طبعا في تغييرات في الطب تغييرات في العالم من ناحية إعطاء الأدوية من ناحية المختبرات من ناحية الإشعامة فأهمى بعد يواقبون هذا التغير يواقبون هذا التقدم في عندنا في كل سنة ندخل فيها هذه الدورة كذا معيار يكون معيار جديد أو معيار ما كان موجود في الدورات السابقة وطبعا النتيجة تكون في كل دورة ما تتعلق بنتيجة الدورة اللي قبلها يعني إيه هي تتعلق على أي درجة حققنا وجود هذه المعايير وهي الفرق بين المضمون والنتيجة فإحنا في كل نتيجة في كل دورة كأننا قاعدين ندخل امتحان جديد ومن الأول لأنهم ما يقولون مثلا اللي تحقق المرة اللي فاتت ما نرطى لا هم كل شي يروحون عليه من أول وجديد ولهذا هي يعني تتم إعادة التقييم وكانها إعادة التقييم لما تم تقييمها سابعا ولذلك هي طبعا تحدي بالنسبة إلينا أن نحن نحافظ على النتيجة أن يكون في استدامة إلى ما توصلنا إليه لأن طبعا أنت لما تدخل الاعتماد وبعدين يعني تكون نتيجة أقل من الفترة اللي قبل ما بيكون يعني بيكون كأن نتراجع بيكون كأن نتراجع بالنسبة إلينا ولهذا كان التحدي من جميع الأقصام عندنا أن لا يعني في كل يعني كل معيار إحنا لازم نشتغل عليه يعني دكتور أخاتون نفهم من هالكلام بأن المسألة ما كانت سهلة أنه كان في صعوبات أنتم من 2017 تحضرون حصولكم على هذا الاعتماد أكيد مر بصعوبات مر بتحديات تحديتوا نفسكم طورتوا من نفسكم وقفتوا عند السلبيات عالجتواها كلميني عن هذه التحديات طبعا التحديات كانت كبيرة فيه تحديات كانت مركزية على مستوى الإدارة وفيه تحديات كانت على مستوى المراكز أو الأفراد فيه تحديات فردية وفيه تحديات مركزية أتوقع يمكن دكتورة منال ممكن تفيدك في التحديات المركزية لأن على مستوى القيادة كلمين أن تحدي الفردية فالتحديات الفردية هو كنا نستغل طبعا في شغلة مهمة كانت يمكن خدمتنا وأذكر دكتورة مانويل دايمين كانت تفيد فيها وهي مع استلامنا إلى التهيئة أو الإعلان عن تهيئة دورة الاعتماد كانت سبقتها زيارة المركز الوطني للتدقيق فعملية التدقيق ساعدتنا في فهم الجوانب أو النواقص الموجودة في المنظومة الصحية في الصحة الأولية تقييم الداخلي يضم لي الاعتماد والمراجعين فهذه كانت خطوة جدا ساعدتنا نعرف وين نحن اليوم وماذا نطور من نفسنا فكان هذا فيه تطوير داخلي فعلى هذا المستوى هذا الموضوع يتساهم بعدين نأتي إلى التحديات الفردية وجود تغيير في التركيبة أو التشكيلة المختلفة في الوزارة وهي شيء دائم الحدوث فساعد في خلق تحدي في شلون نحن نخلي الجميع يكون على علم أو على دراية أو على مواكبة إلى مبدأ الاعتماد ما هو الاعتماد هل أنتوا جاهزين حق الاعتماد فهذه كانت أغلب التحديات هل أنتم مستعدين هل نحن فاهمين الاعتماد فإن نحن نساير هاي الركب من جديد كان هاي التحدي اللي واجهنا قبل الحديث عن التحديات المركزية خنواصل عن الأفراد هل شعر الأفراد سواء من الضباء مقدمي خدمة عاملين ميسرين للخدمة وغيره هل شعروا بأن نحن بعد جداً وأن الحصول على الاعتماد أيضاً وكأنه فخر لنا أو تميز لنا أو تتويج لجهودنا كل شخص هل شعر بذلك؟ جداً طبعاً في البداية احنا كان تعرف دولماً مع أي تغيير أو فرض أي مثلاً من نقول منظومة جديدة أو احنا مقابلين على مرحلة جديدة لازم نكون في شوي هاي النوع التحدي اللي قابله جزء من لا نقدر ما نقدر الخوف التردد القلق في البداية كان كل في مرحلة قلق في مرحلة خوف بنقدر مستعدين؟ اي مستعدين مهري يحب يكون تحت الاختبار اي مهري يحب فاللي احنا سوينا قبل زيارة الوفد الكندي سوينا لجنتين تكفلوا في زيارة المراكز بمختلفها عشان نشوف شكتر احنا مستعدين فكانت هذه زيارات ما تتصور يعني الاستعداد الى هذه زيارات الداخلية كان مثل استعدادهم الى زيارة النهائية اهني حسينا شكتر الناس قلبها على ال وحابين نيلانون هذين ويظهرون حجم ومستوى الخدمات المتقدمة الابداعات اللي شفناها كانت كفيلة ننقول احنا مستعدين والحمد لله رب العالي الحمد لله هذي فلح اللي صالح المواطن كل هذي صالح المواطن والمقيم وامتلقي الخدمة هذي كانت تحديات الفردية الجهود الفردية ماذا عن التحديات المركزية واللي هي لازم تنظر للصورة الواسعة من المشهد احنا طبعا كان عندنا على المستوى المركزية اللي هو فريق الحوكمة وفريق القيادة واحنا طبعا دائما عندنا التحدي ان احنا ما عندنا مبنى واحد احنا عندنا مباني متفرقة في ارجاء البحرين ولازم نتأكد ان اي مسج اي برنامج يطلع من الادارة شلون ان هو يتوزع عليهم شلون ان كل موظف في كل مركز يعرف هذه المسج فهذه دائما احنا تحدي عندنا وكان من ضمنها في الاعتماد يعني كان عندنا الكثير من الخطط الكثير من البرامج بس شلون توصل الى من اكبر الى اصغر موظف فكان عندنا مثل الشبكة يعني نبتدي باللهوة الادارة وبعدين في عندنا مسؤول المنطقة وبعدين في عندنا مسؤول المركز وداخل المركز عندنا مسؤول الجودة وهكذا هرم المقلوب انت تشتغلوا بطريقة الهرم المقلوب فكنا طبعا يكون هذا الشغل الموجود طبعا اللي داخل عندنا في المراكز يعني حتى يعني مثل ما نقول من جيبهم صرفوا من كثر ما حابين العمل او حابين ان يبرزون مراكزهم وطبعا في كان يعني نوع من الحب الخير يعني مركز للثاني يعني يوم اللي يزورهم الاعتماد خلوا بالكم لهذا يعني يركزوا على هذا يعني يعني فكل واحد كان يعني يبغي الثاني يكون افضل وافضل يعني ما ندروا لها انها مركز نو بس لا لا ابدا انها تصحيف البحرين بالشكل بصورة عام نعم ندروا لها بهذه الطريقة كان الكل يحاول يطلع المراكز الصحية في مملكة البحرين بافضل صورة بافضل صورة بافضل صورة صورة حقيقية وصورة حقيقية وصورة حقيقية يليش صورة مزيفة يعني لا يمكن تزوير مثل هاي الشيء احنا لما نقارن يعني بخدمات اللي توفرها البلدان الخارجية الشيء رهيب اللي قاعد نسوي فالحمد لله الحمد لله ما أنا بنقلل مجود غيرنا لكن حق لنا نفخر بالإحنا نقارن الآن حصلنا على الاعتماد وبنسبة تجاوز التسعة وتسعين أعتقد هاي مو نهاية المطاف هذي هذي سلم يعني عتبة جديدة في السلم اللي هو لا منتهي شنو الجديد الآن شنو التحدي القادم وشنو الخطوة القادمة دكتورة على المستوى المركزي اللي عامل نعم الحين السستينيبليتي الاستدامة واستمرارية الخدمات وصلنا التمييز نحافظ عليه نحافظ عليه ونحاول بعد نروح إلى درجة أعلى يعني هذا طبعا نحاول بعد نحافظ على جودة الخدمات مع التغييرات اللي مر فيها القطاع الصحي التحول إلى نظام الضمان الصحي وغيره لأن مهما يكون النظام الموجود في النهاية لازم الجودة الخدمات وسلامة المرضى هي تكون الرقم واحد في تقديم الخدمات لما أي النظام أو الضمان الصحي هل راح تدخل هنا المستشفيات الخاصة أيضا لأنه راح يشملها خدمات الصحية الأولية راح تشملها حتى المستشفيات الخاصة ولا أنا غلطان نعم هو طبعا في عندنا الاعتماد الوطني اللي تقوم فيه نهرة صحي والاعتماد الوطني طبعا يقيم المستشفيات الخاصة المستشفيات له الحق يعني إذا تحب تاخذ هيئة أخرى أو تحب الكندي تحب استرالي اللي يعني ممكن فهذا ما فيه يعني قانون أو آلية لازم أن يكون الاعتماد الكندي يحبون يأخذون اعتماد واحد اعتمادين مثل إحنا الآن نطمح إلى الاعتماد الوطني الآن بعد ما خلصنا الاعتماد الكندي معايير الاعتماد الوطني ما تقل عن الاعتماد الكندي إن لم تكن أكتب يعني تدقيقا إحنا في الحقيقة راجعنا المعايير وشفنا أنها تقريبا متشابهة متشابهة فإحنا الآن يعني بعد خلي شوية الجماعة يأخذون بريك يأخذون إجازاتهم وبعدين إن شاء الله بنبتدي بعد نشغل على الاعتماد بإذن الله يعني هذا شيء مطمئنا معاييرنا حتى الوطنية تعتبر بمستويات عالمية تكلمت الدكتور عن ما هو القادم على المستوى المركزي على المستوى الآن المراكز الصحية الأفراد شنو الجريد بالنسبة لهم نرجع ونقول الاستمرارية يعني ما في فايدة الهدف واحد مشترك الهدف واحد مشترك ما في فايدة 25 مركز وعياتين اشتغلوا فترة بس وبعدين يوقفون أو نرجع مثلا إلى مرحلة الركود مرحلة الركود ما تواكب التطور اللي قاعد يمر في القطاع الصحي بصورة عامة من كثرة الطلب على الخدمات الصحية من كثرة التطور اللي قاعد يصير في مجال القطاع الصحي من جميع الجوانب فاعتقد هي مرحلة دايناميكية لازم تكون باستمرارية وتواصل فهاي اعتبرها تحدي كبير جدا خصوصا نحن مثل متفضلات تساعة الوكيلة ان احنا مقابلين على مرحلة جديدة ان شاء الله وهي مرحلة الضمان الصحي وهاي في حد ذاته يكفل ان الشخص يكون دايما في استمرارية حبيت ممكن اضيك نقطة دايما احنا يمكن السادة المشاهدين يعني يقولون شنو الاعتماد رح يكون لمردود حق المواطن نفسه في دايما اشبه الاعتماد حق الناس اللي مو في القطاع الصحي بطريقة سهلة اقول لهم ان مثل ما يتم تقييم الفنادق يعطونهم ثلاث نجوم اربع نجوم خمس نجوم ست نجوم في معايير يجب ان تستوفى عند هذا الفندق عشان ينعطى هاي الخمس نجوم نفس الشي بالنسبة للمؤسسة الصحية فاذا كانت المؤسسة الصحية استفاءها للمعايير جدا عالي فيتم اشهاد المؤسسة بامتلاكها درجة تميز معينة او مستوى معين فهذا الاشهاد او الشهادة من قبل هذه الهيئة المحكمة الى المعايير المستوفى يكفل ان يعطي سمعة جدا يعني معروفة ليس فقط في المنطقة وليس فقط في مملكة البحرين ولكن عالميا فانا لما ادخل منظومية او الموقع الالكتروني الى المؤسسة الكندية للاعتماد واشوف اسم مراكز الصحية في مملكة البحرين موجودة على قائمة المراكز اللي استوفت المعايير فهي جدا وكانها حصلت ست نجوم ست نجوم ان شاء الله ان شاء الله انا شكرا لكم جهودكم مقدرة حاب اقول كلمة بس على السريع فيه جهات ومؤسسات حكومية بدون ما اذكر سمع عشان لا نقلل من جهد احد تعمل ممكن طول السنة حق مشروع واحد فيه جهات ثانية من ضمنها وزارة الصحة تنتهي من مشروع تدخل في مشروع العمل لا يتوقف تقديم الخدمات الصحية لا يتوقف في كل المرافز في كل المستشفيات ودائما عند اقل مشكلة او اقل شيء بسيط يصير الناس كلها تبتلي تصلت الضوء عليه وتنسى الانجازات اللي تصير طول السنة انتو من ضمن هذه الجهات احنا يمكن في الاعلام ايضا من ضمنها فشاكر لكم كل الشكر عما تفضلت في حضوركم معانا ومرة ثانية مبارك لكم الحصول على الاعتماد شكرا جزيكا شكرا جزيكا شكرا جزيكا يعطيك العافية اذا مشاهدين نتاج الاعتماد الكندي مثل ما شفنا جاءت لتعكس يعني مؤشرات النجاح اللي وصلت لها وزارة الصحة حجم الدعم والمساندة والتشجيع المقدم من الحكومة الموقرة ايضا مدى الحرص والاهتمام برصد وتقييم النتائج للعديد من الخطط والبرامج الطموحة اللي يتم تطبيقها بفعالية وبجودة عالية في الصحة الاولية ويمكن اليوم اكتشف نشاء ايضا هي الرغبة الحقيقية عن كل المنتسبين لهذه الوزارة ان يظهرون بافضل صورة ويقدمون الرعاية الصحية والخدمات الصحية للمواطن للمقيم والزار ايضا بافضل جودة وبافضل طريقة شكرا لكم من المتابعة نلقاكم على خير اشتركوا في القناة